هنروح لكرة السلة البسكتبول أفريكا ليج مباراة الجمعة هي أهم مباراة بالنسبة احنا تأهلنا رسميا خلاص إلى رواندا دور التمانية ولكن يتبقى أن انت لازم تطلع متأهل أول عن مجموعة النيل حتى تتلاشى أو تتجنب ملاقة أحد الكبار في دور التمانية في رواندا يوم 20 مايو أموت طبعا أموت لعبنا الجنوب السوداني اللي بيعمل البطولة يعني رائعة أنا بتهيق لي اللعيب ده يعني أنا عرفت ليه جنوب السودان تلعب كاس عالم أموت معاه 3-4 تنين لا يعني وحوش بأمانة جنوب السودان وأموت حقيقة دخل قلوب جماهينا النادي الأهلي لعيب ملتزم تكتكيا يعني معلش أنا طلعت لما شفت صورته يعني حبيت أتكلم عنها لأن الحقيقة أنا شايف أنه من أحد اللعيب اللي هيبقى ليه مستقبل لو قاعد مع نادي الأهلي هيبقى قوة كبيرة جدا مباراتنا اللي جاية المعمعة أو هي من الآخر هي صدارة اللي هيكسب هو في الصدارة بترو أتليتكو الأنجولي بترو أتليتكو الأنجولي بالمناسبة هي شركة شركة فريق شركة بترول تخلص الكلام يعني دعم عقود يعني نادي عنده ميزانية كبيرة جدا طيب أنجولا اللعبة الشعبية الأولى زي الكرة الباسكت أنا بس أنا رحت أنجولا وشوفت فعارف يوم ما بيقى فيه منتخب عنده ماتش أنجولا باسكت بلاك كلها بتاخد أجهزة الماتش هيكون الساعة 4.5 وتم تعديل توقيته عشان ماتش السوبر المصري للكرة القدم واللي هيكون يوم الجمعة ساعة 8.5 بليل في الأمارات ليه؟ ما هم ماتش الثامنية ونص في الأمارات فمش هينفع الجمهور هيشوف إيه؟ فخلوا ماتش الأهل الساعة 4.5 يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله كلنا نحضره بإذن الرحمن طيب النادي الأهل فاز في ثلاث مباريات آخر مباركة مع كيب تاون تايجرز الجنوب الأفريقي مبارح وفاز على فروفيارو الموزنبيكي وستي أوريانز الكنغولي الوغاندي دول الثلاث فرق اللي فاز عليه من شاء الله كده تمناه يكون الرابع فريق بيترو أتليتكو بيدم أحد أهم اللعيبة في القرى الأفريقية كارلوس مورايس جارد أنا لعبت أصاده يعني أنا كنت بأخر 3-4 سنة وكان لسه طالع ولعب في رابتورز في الـ NBA سنة أو اتنين ورجع تاني طول عمره في أنجولا من أحد هو كان جان جاك قبليه كان مع شوق الجماهير دلوقتي بقى كارلوس مورايس هتشوفوه حتة لعيب هو بلعب بيدو اليمين والشمال زي بعض يعني أنا كنت لما بسكته كان بيشوت بيدو اليمين وبعكده فجأة لقيته شاط بيدو الشمال هو فيه طب أنت بتلعب بقني إيه ده دفع عليك إزاي فهو من أحد أهم اللعيبة هو عمل فورمة كويسة وكبر دلوقتي شوية بس هو عمل فورمة كويسة قوي جدا البنيانه قوي جدا دول من اللعيبة اللي فرقة كتيرة مصريية فكرت تجيبه بس الفرقة المصريية ما درتش على الراتب بتاعه طيب فرقتنا بعد مطش بيترو يعني هيكون عندنا مباراة واحدة قدام سلاك الغيني سلاك الغيني يوم السبت الساعة سبعة ونص إن شاء الله بالليل عايز أقول لكم برضو الفريق الغيني ده بيمرانه مدرب اسمه زلكو زلكو كان مدير مدير فني منتخب مصر والحقيقة أنا برضو لعبت معه بتولة أفريقيا في ليبيا 2009 من المدربين العنيفة جدا العصبية جدا ولكن عمل كرة السلة في غينيا وغينيا بالملاسبة في سنة بالسنين كسبت منتخب مصر في سابعة ما حصلتش في التاريخ